يمكن أن تتضمن أوراق العمل الارتباطات التشاعبية تقدم طريقة سريعة لعرض وتصفح معلومات أخرى ومن ذلك يمكن إنشاء ارتباط تشاعبي لصفحة ويب يمكن مثلا إنشاء ارتباط تشاعبي لموقع البحث الشهير جوجل وذلك من خلال كتابة عنوان الويب مباشرة في الخلية والنقر على زر انتر يمكن ملاحظة ظهور عنوان الويب كاملا ويكون تنسيقه بشكل مميز عن باقي النص الاعتيادي وعند النقر عليه يتم الانتقال إلى عنوان الويب المحدد كما يمكن إنشاء ارتباط تشاعبي لصفحة ويب مثلا في حال الرغبة بالانتقال إلى محرك جوجل عند النقر على عبارة لمزيد من المعلومات يتم تحديد النص ثم النقر على قائمة إدراج ثم اختيار ارتباط تشاعبي واختيار ملف موجود أو صفحة ويب ثم يتم ادخال عنوان صفحة الويب في مربع العنوان لإنشاء ارتباط تشاعبي بملف موجود يمكن على سبيل المثال ربط عبارة درجات إضافية مع ملف يعني الدرجات الطلاب وذلك بتحديد النص المطلوب الارتباط منه ثم النقر على قائمة إدراج واختيار ارتباط تشاعبي يتم اختيار ملف موجود أو صفحة ويب ومن جزء البحث فيه يتم اختيار الملف المراد الربط به يمكن الملاحظة أنه عند النقر على العبارة يتم فتح الملف المحدد في حال الرغبة بإنشاء ارتباط تشاعبي يفتح مصنفا جديدا في الإكسل ويمكن تحديد النص المطلوب الارتباط منه ثم اختيار فتح مصنف جديد عند النقر على عبارة الانتقال إلى مصنف جديد يتم النقر على الخلية بزر الفأرة الأيمن واختيار ارتباط تشاعبي ثم إنشاء مستند جديد ثم تحديد اسم المستند الجديد مثلا ملف تطبيق والمكان المراد حفظ المصنف فيه ثم موافق يمكن الملاحظة أنه عند النقر على العبارة يفتح مصنف جديد ويحفظ في المكان المحدد يمكن إنشاء ارتباط تشاعبي ببيانات موجودة في نفس المستند على سبيل المثال يمكن ربط عبارة للتواصل ببيانات التواصل الموجودة بالمستند الحالي وذلك من خلال تحديد الخلية أو العنصر المطلوب الارتباط منه ثم النقر على الخلية بزر الفأرة الأيمن واختيار ارتباط تشاعبي ثم اختيار مكان في هذا المستند ثم تحديد عنوان الخلية أو نطاق الخلايا المراد الارتباط بها يمكن الملاحظة أنه عند النقر على عبارة للتواصل يتم الانتقال إلى بيانات التواصل المحددة وأحد الخيارات لإنشاء ارتباط تشاعبي هو إنشاء ارتباط تشاعبي لإرسال رسالة بريد إلكتروني لعنوان محدد ولتطبيق ذلك يتم تحديد الخلية أو العنصر المطلوب الارتباط منه ثم يتم تحديد عبارة إرسال طلب دعم ثم النقر على قائمة إدراج واختيار ارتباط تشاعبي ثم اختيار عنوان البريد الإلكتروني وتحديد عنوان البريد الإلكتروني لمستلم الرسالة المطلوبة ترجمة نانسي قنقر